اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح مبارح السبت في الانتخابات التكميلية اللي ستجرع على مقعد واحد لعضوية بدائرة حدائق الأوبة أعلنت اللجنة عن تقدم 16 شخص بطلبات للترشح أمام لجنة فحص طلبات الترشح وقابلت 12 طلب منها من بينهم 6 مستقلين وسيدة و 6 من الحزبيين رفضت اللجنة 4 طلبات لأسباب مختلفة كعدم تقديم شهادة التجنيد وجود أحكام في صحيفة الحالة الجنائية دون عمل رد اعتبار وعدم تقديم التقرير الطبي أعلنت اللجنة عن بدء تقديم الطعون من يوم الحد على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح وذلك أمام مجلس الدولة حتى 2 أغسطس